بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاحباء اهلا محاركوا فيديو جديد من الاخبار الصادمة اللي انتشرت خلال الساعات الماضية هو خبر وفاة الفنان الكبير والقدير اشرف عبدالغفور عن عمر نهز 81 عام والصادم مش بس خبر وفاة ولكن فيه تفاصيل الوفاة لانه هو توفى اثر حادث مروري اليم حادث صعب جدا كان بصحبته زوجته وكانوا موجودين فيه سياراتهم الخاصة وكانوا متوجهين لبنتهم الفنانة ريهام عبدالغفور والكلام ده كان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي فيه اتجاه الشيخ زيد والوحاد اثناء سيروا بالسيارة سيارة اخرى جاءت بشكل مسرع جدا واصطدمت بيهم من الخلف طبعا السيارتين تهشموا بشكل كبير جدا وسيارة او عربية الفنان اشرف عبدالغفور يعني انقلبت اكتر من مرة وبعد كده دخلت فيه احد جوانب الطريق في الرصيف يعني وتهشمت بالكامل قائد السيارة المتسبب فيه هذا الحادث هو احد الاشخاص المقيمين في مدينة 6 اكتوبر هو فنان تشكيلي عنده 33 سنة واسمه مهند وهو الان متخفز عليه طبعا قيد التحقيق طبعا بعد حدوث او بعد وقوع هذا الحادث الاليم طبعا سيارات الاسعاف توجهت الى مكان الحادث وتم نقل الفنان اشرف عبدالغفور اللي هو توفى في مكان الحادث وتم نقل زوجته طبعا زوجته مصابة يعني بيه كلمات وفيه يعني بعض الكسور موجودة فيها طبعا نتيجة هذه الصدمة الكبيرة الموضوع طبعا كان صادم جدا جدا وطبعا اكيد كان صادم له ابناء وطبعا مفهاش كلام يعني نتمنى لهم الصبر والسلوان ربنا يلهمهم يا رب الصبر والسلوان لان فعلا دي صدمة كبيرة جدا يعني ربنا ما يكتبها على احد يا رب شيء صعب جدا خاصة ان بنته الفنانة ريهام عبدالغفور طبعا كان عندها علم ان هم جايين له وكانت منتظرهم فلما تعرف بتفاصيل هذا الحادث اكيد الموضوع هيبقى صادم جدا جدا وكان لها يعني فيديوهات وصور مش حابب ان لان انشرها ولكن هي موجودة على السوشيال ميديا وهي في حالة انهيار كبير طبعا بسبب هذا الامر ربنا يصبرها يا رب ويصبر كل اخوتها ويصبر اهلهم كلهم يا رب الفنان اشرف عبدالغفور سوف يقام او تقام عليه صلاة الجنازة غدا ان شاء الله من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد او عقب صلاة الظهر ان شاء الله بإذن الله رحمة الله على الفنان الكبير القدير اشرف عبدالغفور اللي فعلا يعني كان من الشخصيات المحترمة جدا كان من الفنانين المحترمين جدا 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 واللي كان لهم يعني اثر طيب في صناعة السلمة والمسرح ويقى التلفزيون في مصر الفنان اشرف عبدالغفور هو موليد 22 يونيو عام 1942 في مدينة المحلة القبرى وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسب تمثيل في عام 63 وكانت بدايته على المسرح في عام 62 قبل تخرجه بسنة في مسرحية اسمها جولفدان هانم دي كلب بدايته خالص او دي اول حاجة هو عملها وبدأ الناس تعرفوا من خلال هذه المسرحية طبعا هو عنده تلت أبناء ريهام طبعا فنان ريهام عبدالغفور طبعا معروفة وتامر وريم عنده ولد وبنت تانيين غير الفنانة ريهام عبدالغفور طبعا هو مثل أكتر من 300 عمل متنوعين بقى ما بين التلفزيون والمسرح والسينما ولكن طبعا هو كان تركيزه الكبير على المسرح والتلفزيون ومن ضمن 300 عمل دول في 100 عمل ديني 100 عمل طبعا أشهره مسلسل محمد رسول الله هذا المسلسل العظيم الكبير طبعا اللي أمتعنا جميعا في أثناء عرضه رحمة الله على الفنان أشرف عبدالغفور رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسروان وما أراكم الله مكروها في عزيز لديكم اللهم أمين يا رب العالمين أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته